اكتب اشراك انه نقول ان القدس عاصمة لدولة الجزائر وتونس لا فشرة حبت اينها اشراك انه نقول القدس عاصمة لدولة المغرب المطبعة مع اسرائيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي انا حسانو بالحاج انزلنا للشارع الفلسطيني اليوم لنقول ان القدس عاصمة لجزائر وتونس فهل هذه الشعوب تستحقوا هذا اللقب وتستحقوا هذا اعتراف طبعا هنشوفش ردود الشعب الفلسطيني بهيك خبر ورح نقولهم ان القدس ايضا عاصمة لدولة المغرب المطبعة مع اسرائيل فيا ترى شو هيكون رأي الشارع الفلسطيني بهيك اعتراف خليكم معنا قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك والقناة وتفعيل زر الجرس اليسر نقول جديد ويلا معنا على الحلقة مرحب هلا مراحب كيف حالك الحمد لله ان شاء الله مبسوط تمام بشوفتك يا كبير نتعرف فيك محمود ابو الشاب طيب اليوم انا مقفك بدا سألك سؤال اول حاجة حسب ما احنا بنعرف كفلسطينيين القدس اعاصمة لمن القدس اعاصمة فلسطين هيك عقيدتك تمام يعني مزروعة فينا هاده العقيدة ايضا تفتكر احنا او الجيل البعدنا ان ينسى هاده العقيدة لا اولا مرة حتى لو اسرائيل عملت ايش ما هي عملت وغيرت العقيدة هاده الجيل البعدنا هينسى عدلها قسمة فلسطين وان غصبا عن غصبا عن الكل مش عنهم بس غصبا عن الكل مش عنهم بس ايش رأيك لو قلنا اليوم ان الكدسة عاصمة لدولة الجزائر وتونس والله هم مننا وإلينا ومنهم عرب واحترام الاهل الجزائر وأهل تونس كمان يستحقوا يستحقوا اقنعني ليش الجزائر هو الجزائر وتونس ايش قدمت لفلسطين لنديهم القدس هم مطبعوش زي باقي الدول العربية هم مطبعوش زي باقي الدول العربية زينا زي الامارات وغير وغير وما طبعوش يعني كل احترام وبعدين عندك الجزائر اهل المليون شهيد وكلهم على رأسه واحنا بنحترمهم بنحترم لصغير قبل الكبير وتونس كذلك الامر يعني هم بحبوا الفلسطينية والعرب وين مطروحهم يعني مقدرين ومحترمين يستحقون ان القدس ان هتكون عاصمة للجزائر وتونس يستحقوه ايش رأيك لو قلت انا كمان بنعرف ان الشعب المغربي بحب فلسطين ايش نقول ان القدس عاصمة لدولة المغربي المطبع مع اسرائر لا ولا 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 على شانه مخونا على شانه مخونا على شانه مخونا على شانه مخونا الحكومة ملحش علاقة بالشعب هتطبع عن القدس وعسرائيل والامارات وهذا خاين يعني حكومة وشع شعب كيف؟ حكومة وشع شعب بالزبط الحكومة والشعب تفتكر الشعب يعني ارادة على تطبيع النساس؟ والله هذا الامر بارادة ربنا انا مقدرش احكم على اشي ما ارادة اذا الشعب يعني انه مع انا واقف بنحطه عراسنا من فوق اذا الشعب يعني انه مع انا واقف بنحطه عراسنا من فوق تمام؟ عمو اذا الشعب كان مع المغرب ومطبع وكل اياتهم ايد واحدة لا مش متفكين عن الامر هذا هنعيش و هنموت والقدس عاصمة فلسطين ان شاء الله طيب ايش منوجه كلمة لكل شخص عنده عقيدة ان القدس عاصمة فلسطين ولا مجال غير ذلك احنا بنا بنتغيرش عن مبدأنا انا انا محسوبة كمائة لخمسة لاغ وهذا كرمار فلسطين انا محسوبة كمائة لخمسة لاغ وهذا كرمار فلسطين وهذا كرمار فلسطين ولحتى الان وانا حضرنا ادافع واجرة عليها اش كلامنا للناس اللي يمحافظة على فلسطين ونقول القدس بقول للناس الشرفة احطوا فلسطين اه بقلوبك ودائما ماشي احنا لان انا عليها ومش الناس يعني مثلا الناس اللي بتخون في بلدها وفي وطنها وهذا احنا دايما ماشيين مع الناس الشرفة تحية فلسطين عربية حرة وفلسطين عاصمة فلسطين مرحبا أهلين كيف عالك أستاذ تمام الحمد لله والله على الرسول الله يا سهد اليوم أنا موقفك بلن نسألك السؤال أول حاجة بنعرف القدس عاصمة لأنه دولة لا فلسطين طبعا هذا أبدا طبعا الكبير والصغير يعرف دال رغم كل المحاولات اللي بيحاولوا من خلالها أنهم ينسحبوا القدس من الفلسطينيين إلا أنه في نهاية المطاف الحقائق والتاريخ والجغرافية وكل المعلومات وكل الدنيا تقول أن القدس عاصمة فلسطين زمان اسمعنا مقولة أن الكبار سيمتون والصغار سينسون تفتكر إحنا هاينا كبار حيجي جينا الأصغر منه حينسي هذا العقيدة والله أنا دايما بقولها هذه حتى في بعض الحوارات بقول دايما أنه من مصلحة الاحتلال أنه إذا كان بدي يبحث حلول يبحث مع الجيل هذا أنه من مصلحة الاحتلال أنه إذا كان بدي يبحث حلول يبحث مع الجيل هذا لأنه الجيل اللي جاي الصغير أكثر تشددان وأكثر حرصا ومتمسكا من الجيل اللي قبله ورغم أن الجيل اللي قبلنا وجيدنا كمان بضحي على مدار الساعة للقلس لكن الجيل القادم حيكون أصعب وحيكون تمسكوا بأرضه أكثر بالعكس أنه أنا شايف أن الصغار متمسكون أكثر من الكبار لحقوقهم وهذا شيء شايفينه على أرض الواقع أننا فلسطين نحن نشوف الأجياء التي تواجه الاحتلال كلها من الأجياء الشابة شباب في مقتبل العمر قرروا أنهم ينطفضوا في وجه الاحتلال في الضفة وغزة وشايفين كيف الاحتلال مش قادر يعمل أي أشياء لهم عقدتنا أن القدس عاصمة لفلسطين شاء من شاء وأبامر ومش كمان هيك أنا بقول دائما أن القدس عاصمة فلسطين والقدس عاصمة لكل المسلمين في العالم ولا مكان لأي احتلال لهذه المدينة لأنه في نهاية المطاف طال الزمان أم قصر ستعود القدس للمسلمين وستعود للفلسطينيين طيب إشراك نقول أن القدس عاصمة لدولة الجزائر وتوسط أنا يمكن حكيت لك القدس عاصمة لكل المسلمين والجزائر على وجه الخصوص أنت بتعرف يعني يمكن الشعب الفلسطيني بتربطوا علاقة روحانية مع الشعب الجزائري والجزائري كذلك الأمر هي علاقة وحدة مصير وحدة دم والجزائريين الشعب الجزائري قدم مثل الشعب الفلسطيني مئات ألاف الشهداء بلد المليون شهيد إحنا في نهاية المطاف هما وصلوا إلى هدفهم وحرروا بلدهم وإحنا إن شاء الله على هذا القريق سنحررها على خطة الجزائر وإذا اتحررت فلسطين هي عاصمة للجزائر وهي عاصمة للمغرب وهي عاصمة لتونس وهي عاصمة لكل الدول العربية والإسلام المغرب طبعا المغرب طبعا مع صعيب سيبك من التطبيع التطبيع هذا مجرد يعني بين السياسيين احنا بنطلق بالشعب المغربي وبنعرف الشعب المغربي كويس ويمكن مختلطين معه عبر الوسائل التواصل الاجتماع وغيره بنشوف مدى تمسك الشعب المغربي بالفقوق الفلسطينية رغم الحديث القدر اللي بنشوفه في السياسة ما بين الفينة والأخرى عن تطبيع وغير تطبيع في نهاية المطاف التطبيع لن يقدم شيء على أول الواقع ولن يغير من قناعة الشعوب القدس عاصمة القدس عاصمة لفلسطين القدس عاصمة للمسلمين من المحيط للخليج نقدم كل ما لكل واحد حافظ من القدس عاصمة لفلسطين وبغير الشعب التطبيع عندنا بنحكيله انه ظلك نتمسك وبنقوله كمان القدس عاصمة للمسلمين انت كمان عليك دور كمسلم اذا انت متابع من اي بلد عربي او اسلامي عليك دور القضية مش قضية للفلسطينيين بس احنا بس بحكم الجغرافية قريبين من القدس احنا في الخطة الاول للمواجهة لكن انت عليك دور كل واحد فينا عليه دور من المحيط للخليج من اجل تحرير القدس بالكلمة بالدعم المالي بالدعم النفسي بالدعم المعنوي بقول كلمة الحق امام سلطان جائر في دور على كل واحد فينا لتحرير فلسطين رأس الله والقدس عاصمة لفلسطين والقدس عاصمة للمسلمين وانا تحياتي كمان هذا المنبر بما انه انت جمهورك من الجزائر فيه لك جمهور تابعين من الجزائر منرسلهم محبة من القلب محبة وشكر وعرفان لكل جهد لكل صوت لكل صرخة حنجرة من حناجر الشعب الزائري نسلطان لفلسطين ودى القدس افنا افنا اسلام لحبيبي الله مرحبا الله يا السيداء كيف حالك تماما الحمد لله احمد عبدالواحد من رفع احمد في الدنيا كل الى كلها رفع ان شاء راسخة احمد بدسلك سؤال كل الهاتنا بنعرف ان القدس عاصمة لفلسطين فانت شرعك فيك كلام صحيح هي لفلسطين احمد القدس عاصمة لفلسطين احمد قدس 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 عاصمة لفلسطين يوم نزلنا نقول أن القدس عاصمة لدولة الجزائر و تونس هى بتيجى لدولة عاصمة القدس هي فلسطين القدس تلتقس بهريات أها وغير رواية 不أس عربي لا هى أوان غير مطبع الاسريل هى تعهبتاب تستحق الجزائر و تونس لدولة القدس عاصمة لهم هي عاصمة لكل العربي وليس غير مطبعة لفي shoes هل تحك انه الجزائر نسمى انه القدسة عاصمة لانهم كمان؟ برضو حي ما نقول لكل واحد عربي ولكل واحد بامن في القضية الفلسطينية حسب علمك ايش الجزائر قدمت لفلسطين او توك؟ بكفي انهم قدموا انهم دائما بالقلب وربما عن زمي بقوله وانهم طبعوش مع عاصمة؟ انهم طبعوش ايش السعية بما اسرائيه ايش رايك نقول كمان ان القدسة عاصمة لدولة المغرب المتبعة مع اسرائيه؟ لا فشرة حبة عينها لا فشرة حبة عينها لا فشرة حبة عينها على اخر لا عبلاطة هات كمان بنعرف ان الحكومة هي المتبعة لك ان الشعب ملو جزائيه؟ وكل احترام لكل واحد ضد الاشياء هاته هي دولة المغرب هي كل احترام لها في منهم هيك وفي منهم هيك اصلا يعني صح في ناس ضد القرار في ناس مع القرار وكل احترام لها كل واحد ضد القرار هاته حلموش وحنعيش والقدس وعاصمة؟ عاصمة لفلسطين لكل واحد عربي وكل واحد بعمل في قضية فلسطينية اش بتوجه كلام للناس اللي بحافظة وعندها عقيدة ان القدس عاصمة لفلسطين؟ هذا كل احترام لهم وحن نشد على يديهم ووضلها منقول ان احنا دولة القدس هي عاصمة لفلسطينة كل واحد عربي وكل واحد بعمل القضية الفلسطينية كل واحد يعني بمعنى في كل شيء شكرا لك وتشرفنا فيه اهلا وسهلا مرحبا كيف حالك؟ حسنا بخصوص الدول المطبعتش مع إسرائية بس حل أن نقول مثلاً القدس عاصمة لدولة جزائر وتونس أكيد طبعاً لأنهم لهم حق فيها كمسلمين وواجب عليهم أنهم يدافع عنها زينا زيهم إجناني ليش إحنا أول شي إن سنين بنقاتل على موضوع القدس عاصمة ما تقماش عاصمة لأي دولة لكن ليش لما بقول لك القدس عاصمة لجزائر وتونس مقتنع بها القرار القدس عاصمة لكل المسلمين القدس عاصمة لكل المسلمين لأنها أرض الإسراء والمعراك الأسرى وعرج منها الرسول على الإسراء والسلام وزي ما قلت لك أنه على كل مسلم واجب وحق عليهم ويكون مدافع عن القدس لأنها لازم يكون معتبارها عاصمتهم إيش الجزائر قدمت لفلسطين يعني لا نعتبره القدس عاصمة لأنها أو تونس مش شرط تكون قدمت إيش مات قدمت إنها كتير شغلات نعنوية بتأييدها إلنا وبالدفاعها عن حقوقنا حتى لو معنوية إيش رأك إنه نقول القدس عاصمة لدولة المغرب المطبعة مع أسراء كشعب ويحق لهم أن تكون القدس عاصمتهم وهم أولى فيهم بس كحكومة مطبعة طبعا لا يعني أنت بنظرك كفلسطيني من قطاع غزة بتحديدة تمنح القدس إسلامين بالتحديد؟ ممنحها لكل الدول الإسلامية اللي بتدافعنا عنها طبعا تحية طيب إيش بتقدم كلمة للشعب المغربي ولا تونس ولا الجزائر تحية جلال وأكبر للشعب المغربي والتونسي والجزائر وكل البلاد للمسلمين طبعا شاء من شاء وأبى من أبى أن القدس أن تكون عاصمة لغير فلسطين تمام؟ بهيك قرار الشعب الفلسطيني وقرار الشعب العربي أجمع القدس ستبقى عاصمة لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى طبعا بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى تكون لاتعجابكم كل التحية لكم كل التحية لشخص بشاهدني من هان كل التحية لنا في الجزائر وفي تونس وكل التحية لشعب المغرب العظيم كل التحية لكم وإلى لقاء جديد بس قبل ما ننهي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفيد زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته